تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتضمن دعوة رسمية لجلالته لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره وقبول جلالته لهذه الدعوة الكريمة من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسلم الرسالة إلى صاحب الجلالة سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية هذا اليوم وقد أشاد جلالته خلال اللقاء بما يجمع المملكتين من أواصر تاريخية وروابط راسخة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الوثيق والعمل المشترك من مستوى متطور على كافة الأصعدة بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهم الشقيقين في مزيد من التقدم والنماء وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بجهود أخيه جلالة العاهل الأردني في ترسيخ العلاقات البحرينية الأردنية وازدهارها مشيدا رعاه الله بالدور التاريخي الذي يطلع به الأردن الشقيق في حماية مصالح الأمة العربية والحفاظ على مكتسباتها ودعم العمل العربي المشترك والدفع باتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة